السؤال رقم 19 بيقول السؤال إذ كان عندي بي نائس اي مربع يساوي اكس و بي مربع زائد اي يساوي واي وعننا اي نائس بي يساوي نائس واحد بدي يعني أوجد قيمة اكس زائد واي طيب خلونا نجمع المعادلة بي هاي مع هاي نشوف اكس زائد واي مباشرة شو يساوي سي عندي اكس زائد واي يساوي بي مربع نائس اي مربع زائد بي زائد اي هلا بي هي عبارة عن مطابقة تربيعية هي بي نائس اي بي زائد اي زائد بي زائد اي هلا منطلع البي زائد اي عام المشترك من هون وهون فبصير عندي بي زائد اي ضرب بي نائس اي زائد واحد هلا نحنا عنا اي نائس بي يساوي نائس واحد معناته بي نائس اي يساوي زائد واحد ازا نحنا عنا اي مع اس بي يساوي زائد واحد عفوا بالمعطيات عطينا إياها بي مايس اي يساوي نائس واحد فبصير معي بي زائد اي بدل بي مايس اي هحط نائس واحد نائس واحد زائد واحد يعني صفر صفر ضرب بي زائد اي يعني صفر فبستنتش انه الاكس زائد واي يساوي الصفر السؤال رقم 20 بهذا السؤال نحن عمي إلنا أنه A على B زائد B على A يساوي 8 بدأنا نوجد A نائس B على القوس مربع على A ضرب B يساوي قديش طبعا نحن واضح أنه لازم نعمل عملية توحيد مقامات بدرب هاي بي A وهاي بي B فبصير معنا A مربع زائد B مربع على A ضرب B يساوي 8 هلأ بدرب طرفين بالوسطين فبصير معنا A مربع طبعا طرفين يساوي الجدال الوسطين 8 A B هلأ من هالي 8 A B أو فين يضيف عملية اطرح اطرح 2 A B من الطرفين لأنه أنا عندي فوق A نائس B مربع بالمعطيات فهأطرح إذن بيصير معنا A مربع زائد B مربع نائس 2 A B يساوي 6 A B معناته بيستنتج أنه A نائس B على القوس مربع يساوي 6 A B بعوض هذا الحكي فوق فبصير معنا هو شو بده هو بده A نائس B مربع طلعت معي A نائس B مربع 6 A B على بالمقام فيه عندنا A B بتروح ال A B مع ال A B فالجواب 6 السؤال رقم وحيوع 20 عملنا بهذا السؤال إذا كان عندي A زائد B يساوي 7 A ضرب B يساوي 8 بالتالي أوجد A مربع على A نائس 1 زائد B مربع على B نائس 1 يساوي 10 هلأ من هون نحن فينا نعمل نأوجد A مربع زائد B مربع لكن قبل ما نعمل أي شيء بالمعطيات خلونا نعمل هون عملية توحيد مقامات الأفضل فبضرب لأشوف شو بده يساوي هون بضرب هات B نائس 1 وبضرب هات B نائس 1 فبالتالي معنا A مربع ضرب B نائس 1 زائد B مربع ضرب A نائس 1 على المقام المشتركي وهو A نائس 1 ضرب B نائس 1 خلونا هلأ نوزع الشباب فبصير معنا A مربع ضرب B وخلونا نقرب B مربع ضرب A لهون خلونا نقربها عند جارتها نائس A مربع نائس B مربع على هلأ هون كمان خلونا نوزع A ضرب B وبعدين نائس A نائس B زائد 1 إذن A B نائس A نائس B زائد 1 طيب لاحظ من البسط هطلع A B عامل مشترك بصفى عندي A زائد B وحطلع من هون نائس عامل مشترك بصفى عنا A مربع زائد B مربع على A B حطلع النائس من هون بصير عندي A زائد B إذن النائس طلعتها من A والB زائد 1 إذن منلاحظ أنه أنا معي A ضرب B ومعي A زائد B بس بياني حسب A مربع زائد B مربع نحن في عنا قانون على جنب A مربع زائد B مربع هو A زائد B على القوس مربع نائس 2AB A زائد B يعطينا يا هون 7 مناتها مربع نائس 2 ضرب 8 7 مربع 49 و2 ضرب 8 16 ف A مربع زائد B مربع بيطلع معنا 49 نائس 16 يعني 33 هلا بعود كل المعطيات صارت جازة عندي الأي ضرب B هي 8 الأي زائد B هي 7 والأي مربع زائد B مربع هي 33 بالمقام عندي أي ضرب B 8 أي زائد B 7 وهون زائد 1 فبسي المعنى 8 ضرب 7 56 نائس 33 يعني 23 على 8 نائس 1 7 زائد 1 2 فجواب إذن 23 على 2 السؤال رقم 22 بيقول إذا كان عنا A مربع نائس C مربع والC مربع نائس B مربع وA نائس B الأي مربع نائس C مربع يعطيني إياها 55 والC مربع نائس B مربع نائس B يعطيني إياها 13 والأ نائس B يعطيني إياها 4 بدو إينا شون أوجد A زائد B يساوي قديش طيب هلا نحن حنجمع أول معادلتين واضح مشان نروح السي مربع مع السي مربع إذن حنجمع المعادلتين الأولانية بسي معنا A مربع نائس B مربع مثل ما لنا C مربع راحة مع السي مربع 55 زائد 13 يعني 68 هلا A مربع نائس B مربع هي A نائس B بA زائد B مطابقة أربعية فرق مربعي حدين يساوي 68 بس أنا الـ A نائس B معيها 4 مناعة A زائد B بالحالة بتكون 68 تقسيم 4 فالجواب 17 سؤال رقم 23 بيقول السؤال إذا كان عنا A نائس C يساوي C نائس B ويساوي 5 وعندي A ضرب B يساوي 24 بدنا نوجد A مربع A مربع زائد B مربع يساوي قداش طيب طيب إذا نحن معنا A نائس C يساوي 5 طبعا هو عالي A نائس C يساوي C نائس B ويساوي 5 يعني A نائس C خمسة والC نائس B كمان خمسة شو بعمل هلا؟ بجمع المعادلتين مش هنروح السي أنا ما بدي السي فبصير معنا A نائس B يساوي 10 راحة السي مع السي طيب هو بده A مربع زائد B مربع بالقانون A مربع زائد B مربع طالما أنا معي A نائس B فبحطه بدلالة A نائس B زائد 2 A B A نائس B معناياها 10 مربع زائد 2 ضرب 24 يعني 100 زائد 48 فالجواب 148 سؤال رقم 24 ضمن هذا السؤال عندنا A أكبر من B نتوقع معناتها بالآخير في جزر أو هيك شي A مربع نائس A B يساوي 75 و A B نائس B مربع يساوي 50 بدي أنا أوجد قيمة A زائد B يساوي ليش واضح جليا أنه أنا لازم أجمع هذول المعادلتين مثلا خلونا ما بدايا نجمعهم فبسي معي A مربع طبعا نائس A B مع A B بيروحوا مع بعض نائس B مربع ما يساوي 75 زائد 50 يعني 125 هو بده A زائد B بس أنا ما معي A نائس B في شغلة تانية فيني يعمل هلأ بطرح إذن أول مرة جمعت المعادلتين هلأ بطرح المعادلتين فبصير معي A مربع نائس A B نائس A B زائد B مربع إذن بطرح المعادلتين إذن بصير معنا A مربع نائس 2 A B زائد B مربع يساوي 25 فبستنتج أنه طبعا هاي عبارة عن منطابقة تربيعية هي A نائس B على قوس مربع يساوي 25 معناها A نائس B يساوي 5 مثل ما حكيت لكم شايفين الشرط في جزر ليش مشا ما تاخد نائس 5 لأنه إذا كانت A نائس B معناتها لازم يكون العدد موجب فال25 إلى جزرين جزر موجب جزر سارة إذن طلعت معنا A نائس B يساوي 5 نرجع له أنا عندي A مربع 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 يساوي 125 مطابقة ربيعية هي A نائس B A زائد B يساوي 125 طلعت معنا A نائس B يساوي 5 معناتها المطلوب اللي هو A زائد B يساوي 125 تقسيم 5 فالجواب 25 25 ضرب 5 يعني 125 يساوي يساوي